امام قد طال البسير وخذت معركة الزمن العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ كيف حالكم اليوم؟ لدينا اليوم درس جديد وغاجب جديد من دروس الرياضيات لهذا اليوم درسنا اليوم بعنوان جمع أربعة أعداد هيا بنا لنبدأ بالدرس بدايتان لدينا بعض المساعدات الرياضية يمكننا التعرف إليها يمكنك التقريب إلى أقرب ألف بالطريقة نفسها التي تقرب بها إلى أقرب مئة ماذا فهمتم من هذا الكلام؟ هل عرفتم ماذا يعني هذا الكلام؟ نعم إنه يدل على التقريب لقد تعلمنا سابقا كيفية التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة وهنا يمكنكم التقريب إلى أقرب ألف بذات الطريقة من خلال اختيار مرتبة الأحد والعشرات والمئات وتقريبها إلى أقرب ألف الألف ما قبل وما بعد العدد انظروا هنا لدينا مثال سنقوم الآن بقراءة هذا المثال وبعدها نبدأ بالحال تعتبر منطقة شمال سوريا بمثابة محمية طبيعية حيث يحافظ فيها على التنوع العددي والبيئي لكثير من الكائنات الحية تمكن الفارس أحمد من أن يحصي أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانون غزالا من فصيلة غزلان الرمل العربي أما الفارس جابر فقد أحصى ستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون غزالا من تلك الغزلان ما عدد الغزلان التي أحصاها كلا الفارسين ما عدد الغزلان التي تم أحصاؤها من قبل كلا الفارسين أحمد وجابر ماذا يمكننا هنا أن نفعل أحسنتم يجب علينا أن نقوم بجمع العددين أي أن نضمهما إلى بعضهما البعض كان لجابر طريقة مختلفة عن طريقة أحمد قام جابر الآن بوضع العددين بالشكل الرئيسي وبدأ بالجمع مرتبة تلو الأخرى بدأ هنا بجمع الآحد صفر زائد ثلاثة ثلاثة ثمانية زائد أربعة أحسنتم إثني عشر وأين تبقى لدينا الواحد؟ أحسنتم فوق المئات ثلاثة زائد سبعة عشر والواحد أحسنتم إحدى عشر أيضا تبقى لدينا واحد احتجنا هنا إلى إعادة التسمية مرة أخرى أين نضعها؟ أحسنتم فوق مرتبة الألوف أي فوق الأربعة أربعة زائد ستة عشر والواحد إحدى عشر فالناتج النهائي بالنسبة لطريقة جابر كان هو إحدى عشر ألفا ومئة وثلاثة وعشرون أما أحمد فكان له طريقة مختلفة عن طريقة جابر ماذا قال أحمد؟ قمت بالتقريب أولا أول خطوة قام بها أحمد هو قام بتقريب الأعداد إلى أقرب ألف انظروا العداد أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانون قربه إلى الأربعة آلاف لماذا؟ لأن أحسنتم ثلاثمائة وثمانون تقع تحت المنتصف أي تحت العداد خمسمائة فتقربت معه إلى الأربعة آلاف والعدد ستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون قام بتقريبها إلى العدد سبعة آلاف لماذا؟ لأن سبعمائة وثلاثة وأربعون تقع فوق المنتصف هنا بعض التقريب بدأ بالجمع بشكل بسيط فكان ناتج أربعة آلاف زائد سبعة آلاف إحدى عشر ألفاً بشكل تقريبي الناتج إحدى عشر ألفاً قام الآن بالتحقق من الناتج الذي وصل إليه وبدأ بالجمع مرتبة تلو الأخرى كما فعل أحسنتم كما فعل جابر فماذا كانت النتيجة هنا؟ ماذا كانت؟ نعم بعد جمعه للأعداد حصل على العدد إحدى عشر ألفاً ومئة وثلاثة وعشرون فكان الناتج بشكل تقريبي إحدى عشر ألفاً فالعداد إحدى عشر ألفاً ومئة وثلاثة وعشرون قريب إلى العدد إحدى عشر ألفاً هل هو قريب أم لا؟ نعم إنه يقرب إلى الإحدى عشر ألفاً فكلا الطريقتين كانت صحيحة إما من خلال الجمع البسيط وجمع كل مرتبة مع الأخرى أي الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات والألوف مع الألوف أو الطريقة الأخرى وهي التقريب حيث نقوم بتقريب كل عدد إلى أقرب ألف وبعدها نقرب الناتج بعد التحقق إذن هناك طريقتان لدينا الآن بعض التمارين سنقوم بجمعها سوياً التمرين الأول ثمانية آلاف ومئة وأربعة وثلاثون زائد ألف وسبعمائة وستة وعشرون كيف نقوم بجمع هذا التمرين؟ هيا معاً لنبدأ بحله سوياً بداية يمكنكم التقريب ويمكنكم أيضاً جمعه بشكل بسيط من خلال الطريقة الرأسية هيا نقوم الآن بوضعه بالشكل الرأسي الآن انظروا أصدقاء التناميذ لقد كذبته بالشكل الرأسي وبدأت بالحل سنبدأ من مرتبة الأحد أربعة زائد ستة عشرة نضع الصفر في الأسفل والواحد فوق الثلاثة ضمن مرتبة العشرات ثلاثة زائد اثنان خمسة والواحد الموجودة في الأعلى ستة أحسنتم نضع الستة تحت مرتبة العشرات واحد زائد سبعة ثمانية نضع الثمانية أيضاً تحت مرتبة المئات ثمانية زائد واحد تسعة نضعها تحت مرتبة الألوف أما التمرين الثاني ستة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون زائد ثلاثة آلاف وخمسمائة وإحدى عشر سنقوم أيضاً كما فعلنا هنا بوضعه بالشكل الرأسي لسهولة إيجاد الناتج ونبدأ بالجمل من مرتبة الأحد هيا بنا انظروا الآن لقد كتبته بالشكل الرأسي والآن هيا لنقوم بالجمع سوياً نبدأ بالآحد هيا بنا ثلاثة زائد واحد أربعة اثنان زائد واحد ثلاثة ستة زائد خمسة ضمن مرتبة المئات ستة زائد خمسة إحدى عشر نضع الواحد في الأسفل تحت مرتبة المئات والواحد المتبقية نحتاج إلى وضعها فوق الألوف ستة زائد ثلاثة تسعة والواحد المتبقية معنا عشرة فنقوم بوضع العشرة كاملة كما هي حيث وصلنا إلى المرتبة الأخيرة في الرقم فكان الناتج لدينا عشرة آلاف ومئة وأربعة وثلاثون هنا اضطررنا فقط إلى إعادة التسمية ضمن مرتبة الألوف هيا لننتقل إلى التمرين الثالث ثلاثة آلاف زائد أربعة آلاف وستمائة هنا يمكنكم التقريب ويمكنكم الجمع أربعة آلاف يمكن أن تقرب معنا إلى خمسة آلاف خمسة آلاف والثلاثة آلاف لدينا مقربة فنجمع ثلاثة آلاف زائد خمسة آلاف ماذا يكون؟ أحسنتم ثمانية آلاف يكون تقريبا ثمانية آلاف ولكن الآن لنتحقق سنقوم بالجمع الرأسي أيضا الآن انظروا لقد كتبت الرقم بالشكل الرأسي وسنبدأ الآن بالجمع صفر زائد صفر صفر مرتبة العشرات صفر زائد صفر أيضا صفر مرتبة المئات صفر زائد ستة ستة ثلاثة زائد أربعة سبعة كان الناتج هنا سبعة آلاف وستمائة إلى ماذا يقرب؟ أحسنتم سبعة آلاف وستمائة يقرب إلى العدد ثمانية آلاف إذن كان التقريب لدينا صحيح لأن مرتبة الأحد والعشرات والمئات فوق المنتصف فيقرب إلى الألف الأكبر إذن كان التقريب صحيح والناتج قريب إلى التقريب الذي وصلنا إليه هذا كان واجبنا أصدقاء التلاميذ لهذا اليوم شكرا لكم ودمتم بأمان الله